حكت بكلمي عن استطلاعات الرأي خلينا بقى نشوف بعض استطلاعات الرأي أنا طلعت كذا استطلاع للرأي برضو عايز أعرف وجيت نظرك في هذا الشأن عندنا استطلاع للرأي من فوكس نيوز فوكس نيوز قالت إنه أجرتها هي في الولايات المتأرجحة إنه المرشحين متعادلان في اللي هي الولايات الجدار الأزرق إزاي بانسلفانيا، ماتشيجن، الاتنين متعادلين شايفة ده إزاي هل هيستمر ولا ممكن ده يتغير لأنه فيه قوي بيراهن على ولايات الجدار الأزرق طيب خلينا لو سمحتيلي بس نشرح حتة صغيرة لسادة المشاهدين وهي إنه الانتخابات الرئاسية في أمريكا ليست انتخابات مباشرة مش زي عندنا المواطن بيروح يحط صوته في الصندوق والمرشح اللي عنده أصوات أكتر هو اللي بياخد اللي بيكسب لا، هنا إحنا بنصوت كل ولاية بتصوت لكن ليها عدد معين من الأصوات بيخش في الآخر في المجمع الانتخاب يعني في مجمع انتخاب ده لي عشان خاطر الولايات بيختلفوا في عدد السكان فلو ولاية مقتزة السكان بيقاليها عدد أصوات أكبر في المجمع الانتخاب وعشان كده بنشوف إنه في بعض الرؤساء ممكن يكسبوا أصوات مباشرة أكتر لكن ما يكسبوش الانتخابات لإنه الولايات بتاعتهم ما هيش ليها أصوات كتير في المجمع الانتخاب طيب نيجي لسؤالك لأ إحنا لما نشوف هنا تعادل ما هو ما كانش الوضع تعادل لما نكلم على فاكس فاكس هنا جمهوريين فطبعا هما هيروجوا لكل ما هو يضيف لي الجمهوريين فهنا إحنا بنتكلم على إنه ما كانش في تعادل وكان الأصوات الولايات اللي هي مرجحة اللي هي اللي لما يكسبها وكان ترامب مكتسحة اللي لما يكسبها أي رئيسي خلاص هو ضمن الانتخابات ما بنستنعيش حتى في العد لما نشوف بقية الولايات كانت ترامب مكتسح لا ابتدينا نشوف ودي مهمة لأنه هي حتى لو لم تتقدم الآن إحنا هي معاها لحد نوفمبر فإزاي إنها قدرت في فترة بسيطة إنها تقرب وتتعادل وممكن تسبق وبعض الولايات المتأرجحة كمان تكسبها اللي هي مش بتصوت دايما لحزب معين فهنا ممكن إننا نشوف تقدم لكاملة هل لديها فرص حتى لو ما ليس لديها يعني لن تكسب لكن إحنا عارفين إنه بيقافين انتخابات كمان لكونجرس لكن الزخم اللي هي بتعمله بيزود عدد ديمقراطيين في كونجرس وبيدي فرصة لها إنها تخش انتخابات المرة اللي بعدها هي فعلا يعني محللين كتير جدا قالوا إن هي معتمدة بشكل كبير إنه فيه زخم دلوقتي كتير قوي لكن لما الموضوع بقى يدخل بجد وتحصل بقى المناظرة والديبيت في سبتمبر بالضبط والمناسبة يعني ترامب كان رافض إن يكون فيه مناظرة ما بينهم برضو أنا عايزة أعرف السبب ليه من وجهة ناظرك هو قال إن أنا بس يعني منتظر حصوله على ترشح رسمي من الحزب الديمقراطي ولكن ممكن يبقى فيه أسباب تانية ولا لأ؟ لا أنا أعتقد إنه أسباب تانية أولا هم بيحضروا إزاي إن هم يواجهوها يعني بيدوروا على أسرارها بيدوروا في حياتها فعيلاتها يطلعوا لها أخ والعم والبتاعها هم بيدوروا كده دايما يقول لك في كل كلاست فيه سكالتن يعني الأمريكان لكن كمان وهو يعني بعض الناس بيقولوا بيقولوا إن هو بارع في ده آه فعلا هو بارع في الحدد دي لكن الحقيقة كمان أعتقد إنه هو لا هو بالنسبة له الأمور كانت سهلة جدا مع بايدن لكن معها خصوصا إنها في الشأن الداخلي بارعة هي في الشأن الداخلي بارعة آه فبالتالي هي هتقدر إنها تتكلم على الوضع الداخلي كمان إنها متعددة الأعراق إنها إمرأة لتينو كل دوت لتينو ورديها يعني برضو الأم من ناحية والأب من ناحية من إيجيا اللون البشرة ابتسامتها وقدرتها على ابتسام إن ده التجهم بتاع ترامب وهو برضو في حاجات إنسانية بتخلي ممكن في الكريز ما ممكن بتلعب دور وهو هي يعني هم منقسمين اللي مع ترامب هو اللي مع أمريكا كألفة أمريكا عودت الجلوري بتاع أمريكا أمريكا كقوة عظمة خلينا نفتكر إنه في عصر بايدن أمريكا ما قدرش تحقق شيء في ملف أوكرانيا مثلا وده بالنسبة لهم صدمة إنه معناه إن روسيا بتكسب أرضية ما قدرتش تحقق شيء في ملف الصين وإزاي إن الصين لسه خطر داهم كل دوة الحقيقة بيخلي الوضع يعني مش يعني مش يمكن هما ما يهمهمش الشأن الداخلية لكن يهمهم فكرة إنه الزحو بفكرة أمريكا جويت أمريكا وأمريكا العظيمة وما إلى ذلك بالمناسبة برضو نيويورك تايمز قالت إنه كاملة يعني بتأدي أداء أفضل من بايدن ما بين الشباب والكالرز أو الملونين طبعا الشباب صعب قوي إنه يكتسبوا حد زي بايدن إحنا مش بنتكلم نهار دا على الشباب بتاع السوشيل ميديا نتكلم على الشباب بقى بيشتغل بالزكاء الاصطناعي وتطور جدا حجم الفجوة اللي بين بايدن كان وبين الشباب كبيرة جدا فأعتقد إن هي هتقدر تجمع من هنا أصوات من المتأرجحين اللي هي الناس اللي مش تابع الحزب دا أو تابع الحزب دا وإن كان الحقيقة كان فيه كلام على إنه استمرار بايدن كانه هيؤدي إلى إنه ورغم إنه دا نادرا ما يحدث لكن الإحجام عن الانتخاب يقال برضو إنه ترامب المصلحت وإنه كان يستمر بايدن أه طبعا طبعا هو كان هو ساعة محاولة الاغتيال لما طلع بالثبات الانفعالي دا وورا عالم أمريكا وسابت كده يعني المشهد الصورة اللي اتحطت في الإعلام وقتها أنا طلعت في برنامج تليفزيوني وقلت إنه بمحاولة اغتيال يلو أنا أرى ترامب على كرسي الحكمة في أبريكا هو ساعتها طلعت له صورة آيكونيك آيكونيك فعلا إنه هو الألفة وإنه كان ساعتها فيه يعني الصورة نفس أو جرح ودم وإنه فطبعا كسب معيديه وطعاطف كتير جدا وساعتها الحملة بتاعته التبرعات بتاعتها زادت اللي هيها زادت جدا لكن دا مش هو استغل الموقف وإعلاميا ما هي قالت الإعلام مهمة جدا ومبقيتش قالت الإعلام الجرائد زي الزمان أو التليفزيون لا عندنا سوشال ميديا بتلقط لحظة بلحظة فهنا دوت بيأثر جامد وأعتقد إنه بيكون يعني ليه تأثير إيجابي كان ليه هي ابتدت تسحب الأرض من سجادة من التعامل بالمناسبة ترامب التهم الديمقراطيين وتهم يعني برضو أنا عايزة أعرف فقيتك عنه التهم الديمقراطيين بأنه هم عملوا انقلاب على بايدن لإخراجه من السباق الرئاسي شوفي أنا أعتقد أنه يعني أنا كنت شايفة بردامج قبليها وكان الموزيع بيقول لمراد بايدن كان تلضيفة مراد بايدن إنه حرام عليكم تصدفير تهم إنكم تعملوا فيه كده لأنه صحيا كان منهار وده كان واضح جدا لا هو ما كانش انقلاب وأعتقد إنه الفيصل كان حاجتين محاولة الاغتيال والمشهد اللي ظهر في قوة ترامب والكوفيد لما جاه لبايدن فبالتالي ما بقاش فيه مجال وأعتقد إنه هو نفسه خلاص وصل لمرحلة إنه عارف إنه ودي مش أول مرة في أمريكا تحصل يعني في أمريكا أكتر من مرة كان مرشح أحد الحزبين هو بيتم الضغط عليه أو الحديث معاه لإنه ينسحب ويظهر مرشحك